افتتح محافظة قليوبية عبد الحميد الهجان ورئيس جامعة بنها جمال سوسة موسم حصاد قمح بمزرعة كلية الزراعة بمشتهر واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول موسم حصاد قمح في مزرعة الكلية حيث بلغت المساحة المنزرعة بقمح حوالي 15 فدانا وقد أشاد بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة مؤكدا على اهتمام المحافظة بموسم حصاد قمح باعتباره عاما استثنائيا بالنسبة لمحصول الأمح السنادي وطبعا محصول الاستثنائي فعلا للظروف التي تعرفينها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا احنا بدأنا الحياة من بدر من خلال اجتماعات قبل الحصاد يمكن بشهر بشهر ونص عادنا مع المزارعين عادنا مع جامعات الزراعية الوزارة الزراعية الحقيقة كانت دعمة لنا ودعمة للمزارعين من خلال المزايا اللي كانوا بقدموها للمزارعين من ناحية التسوية بالليزر مجانة من ناحية الحصاد توفيع المكان الحصاد بتخفيض 50% عن السعر اللي هو الخارج في السوق الزراعي يعني فالحقيقة احنا هلقينا فيه استجابة فعلا من المزارعين وفيه حماس ووطنية ان هما يوعدوا كامل المحصول بتاحهم وازيد من المستهدف توريده ان شاء الله احنا النهاردة بيتم حصاد الامح في الارض المخصصة لكلة الزراعة احنا تم زراعة 15 فدان موجودين النهاردة بنحصدهم الحمد لله رب العالمين انا شايف نستاذ الوزير مبسوط جدا من الامح والثمرة ناضجة الصنبولة ناضجة كويس جدا وممتلئة احنا يعني متوقع ان الفداني طلع اكتر من 20 طن ان شاء الله ودي نسبة عالية جدا